أسعد الله أوقاتكم بكل خير تلاميذ الأعزاء سوف نبدأ اليوم بحل التدريبات القرائية من درس الحاسوب هيا بنا نبدأ أستوعب وأفهم أولاً السؤال الأول كم كان حجم الحاسوب في البداية وكيف أصبح الآن؟ كان حجم الحاسوب في البداية بحجم غرفة صغيرة أصبح الآن صغيراً جداً جيد أحسنت السؤال الثاني بما كان يحسب الإنسان في البداية؟ كان يحسب الإنسان في البداية على أصابره أو بحبات الفاكهة أو الحجارة أو العيدام؟ جيد أحسنت السؤال الثالث أعدد مجالاتي استخدام الحاسوب يستخدم الحاسوب للعمل والعلم والتسهيئة أحسنت السؤال الرابع أضع عنواناً آخر للناس من يعطيني عنوان آخر للناس؟ تفضل الآلة العجيبة ثانياً السؤال الأول أكمل بما يناسب يساعدنا الحاسوب في البحث عن عن ماذا؟ الأسماء وفي رسمي مخططات هندسية غير محدودة لبناء ضخم أو سد أو جسر وهو قادر على القيام بملايين العمليات الكتابية وعلى تخزين عدد هائل من المعلومات أحسنتم السؤال الثاني أميز ما يخص التعلم أو التسلية مما يأتي البرامج التعلم أحسنتم الألعاب الألعاب تخص التسلية الأفلام أيضاً التسلية السؤال الثالث أوضح متى يكون الحاسوب ضاراً؟ يكون الحاسوب ضاراً إذا أثأنا استخدامه فهو يشغلنا عن دراستنا ويبعدنا عن أصدقائنا ويؤذي عيوه لنا وذلك بالبقاء فترة طويلة أمامه السؤال الرابع أبين أيهما أثكى الإنسان أو الحاسوب ولماذا؟ الإنسان أثكى من الحاسوب لأنه قام باختراع هذه الآلة العجيبة ننتقل الآن إلى اللغة والتراكيب السؤال الأول السؤال الثاني أبحث في المقطع الأول عن جماع عود أعواد أحسنتم ما ضد كلمة توسعت؟ اختصرت أحسنتم ما مرادف كلمة الصعبة؟ المعقدة أحسنتم ما مفرد كلمة حواسيب؟ حاسوب جيد ننتقل الآن إلى السؤال الثالث أميز معنى الفعل وضعه في التراكيب الآتية وضع الحاسوب في خدمتنا الكثير من المعلومات أعطانا أو قدم لنا أحسنتم وضع التلميذ كتبه على المقعد وضع هنا تعني حط العبارة الثالثة وضع الصديق عن صديقه دينه ما معنى كلمة وضع هنا؟ أي دفع السؤال الرابع أحول الجملة الآتية إلى المؤنث يستخدم التلميذ الحاسوب بمهارة من يحول لي هذه الجملة إلى صيغة المؤنث؟ تفضلي تستخدم التلميذة الحاسوب بمهارة؟ ننتقل الآن إلى فقرة أتذوق السؤال الأول أكمل ما يأتي إذا أردت أن أستفسر عن حجم الحاسوب أسأل كم كان حجم الحاسوب في البداية؟ إذا أردت أن أعرف المدة التي يحتاجها الحاسوب للبحث عن اسم أسأل كم يستغلق الحاسوب للبحث عن اسم؟ السؤال الثاني أقرأ الجملة الآتية ثم أبحث في المقطع الثاني عن جملة تماثلها في التركيب الجملة وهو محق دوما لا يغلط من يعطيني الجملة التي تماثلها تفضل؟ وهو مصيب دائما لا يخطئ السؤال الثالث أقرأ الجملة الآتية ثم أدل على المشبه والمشبه به والعجيب في الحاسوب أنه يعمل كإنسان خارق القدرة أين المشبه وإن المشبه به؟ المشبه هنا هو الحاسوب المشبه به الإنسان جانسان